هذا أوان النصر من رب السماء ذي مصميات موبق الفتانين لقد أسست الجماعة الإسلامية الأحمدية على مبادئ جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أجل هدف واحد وهو غلبة الإسلام على كل المفاهيم والأديان الأخرى وكأي جماعة تسير حسب الإرشاد الإلهي فقد واجهت الجماعة الإسلامية الأحمدية الكثير من الاضطهاد في عام 1934 وجه الأحمديون معارضة عنيفة ولكن ورغم كل التهديدات لم تتبدل أبداً المهام التي وضعوها نصب عيونهم وعلى رأسهم الخليفة الثاني ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه الذي استطاع بنظرته الثاقبة أن يتعامل مع الظروف الراهنة بصلابة فأسس لنظام طويل الأمد سمي بنظام التحريك الجديد وهو بمثابة نظام عالمي جديد يرسخ ثقافة التضحية والتعود على نمط حياة بسيط وخلق رقابة ذاتية لاستهلاك الفرد وكذلك وقف الحياة لخدمة الدين والإنسانية حين أسس هذا النظام كان عدد الأحمديين لا يتجاوز مئات الآلاف ورغم قلة الموارد المادية تحل الأحمديون بروح الوحدة وبنوا نظامهم الجديد على فلسفة التضحية وأن الوقت وحده كفيل بأن يبين مدى نجاح هذا النظام لقد بدأنا بداية متواضعة واليوم نقف على أسس ثابتة مدعومون بفريق من العاملين المتفانين من جميع أنحاء العالم تحت إرشاد الخلافة الأحمدية أسس سيدنا بشير الدين محمود أحمد التحريك الجديد ووضع مخطط الأعمال أمام أفراد الجماعة الذين عملوا بإخلاص للنهوض بالمجتمع الإنساني كانت الحضارة تدخل عصر المادية وفي المقابل كان الخليفة الثاني رضي الله عنه يشجع جميع أفراد الجماعة ليعيش حياة بسيطة وليحمل القيم الإسلامية عاليا وكان حضرته نعم النموذج والأسوة لقد عمدت الخلافة إلى التأسيس للفضائل في المجتمع كقيم الإثار والتضحية والمواساة في وقت انتشرت فيه الأنانية كان حضرته يطلب من أفراد الجماعة أن يخصصوا بعض أوقاتهم وفي بعض الأحيان حياتهم كاملة لتحقيق غاية نشر الدعوة ومواساة الإنسانية بعد مرور أكثر من ثمانين عاما لازال نظام التحريك الجديد الإلاحي مستمر بثبات في أكثر من مئتي دولة حول العالم وبفضل الله تعالى تأسس أكثر من ستة آلاف مسجد وهناك أكثر من ستمائة وخمسين مبشر يعملون ليلا نهارا لنشر دعوة الإسلام ترجم القرآن بفضل الله تعالى إلى أكثر من سبعين لغة وكانت الجماعة سباقة في ترجمة القرآن لبعض هذه اللغات بنيت أكثر من ستمائة وواحد وثمانين مدرسة في أفريقيا وكذلك واحد وأربعون مستشفى في المناطق النائية وعيادات طبية للمرضى الذين يفتقدون جميع وسائل العلاج بموارد محدودة استطاعت الجماعة الإسلامية الأحمدية تحقيق ما عجز عنه الكثيرون حول العالم نحمد الله المعين تائبين عابدين قال حضرة المصلح الموعود عن التحريك الجديد لقد تلقينا البشارات عن التطورات والإنجازات وستتحقق حتما إن شاء الله تعالى ولكن تحققها حسب سنة الله تعالى يتطلب التضحيات واتخاذ التدابير اللازمة وإن مشاريعك هذه تحتاج إلى تمويل وتتطلب تضحيات كبيرة من جميع أفراد الجماعة إن إيصال رسالة الإسلام الحق للناس لهو من أهم طرق مساواتهم فأي خير أكبر من الإسلام وأي إنعام أكبر منه سواء في الشرق أو في الغرب في مجتمعات نسيت معنى الدين واعتبرت أن الإسلام بات خطراً يهدد أمنها نزلت ملائكة السماء لنصرنا رعب العدى من عسكر روحاني وبالتالي فإن وجود المساجد في مكان كهذا يطرد كل المفاهيم الخاطئة ويسمح للناس أن يدركوا تعاليم الدين السمحاء وتحت نظام التحريك الجديد استطاعت الجماعة الإسلامية الأحمدية بناء المساجد في أماكن لم يسبق أن بني فيها مسجد قط وأماكن أخرى نسيت منذ زمن أمجاد الإسلام ففي إسبانيا كانت الجماعة الإسلامية الأحمدية أول من بنى مسجداً بعد مدة تقارب الخمسمائة عام من إخراج المسلمين من الأندلس اليوم كل مبايع ذي فطنة ازداد إيمانا على إيماني قوموا لتحقيري بعزم واحد ثم انظروا أعظام من والاني إننا نعيش اليوم في زمن قد أنبئنا أنه زمن انتشار الإسلام من خلال الكتب وإذا الصحف نشرت وإننا نجد في القرآن الكريم أنباء حول هذا الوقت حيث أن انتشار الكتب والمطبوعات في هذا الزمن ليس له أي نظير في الأزمنات السابقة وإن أعداء الجماعة يستخدمون هذه الوسيلة لمناهضة الإسلام والإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أحد أهم الأهداف التي تطمح لها الجماعة هو ترجمة القرآن الكريم لأكثر عدد ممكن من اللغات وبحمد الله استطاعت الجماعة بجهود أفرادها أن تترجم القرآن إلى أكثر من سبعين لغة كما أن الكثير من الكتب التي تناقش الوضع الراهن في العالم تم نشرها للناس عامة إن الجماعة الأحمدية تؤمن وبشكل كبير أنه من خلال نشر التعاليم ورسالة صحيحة للإسلام نستطيع حل جميع المشاكل التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي وإن للثقافة دور كبير في ذلك وإن نظام التحريك الجديد يؤكد على تأمين فرص التعليم للجميع وبالأخص من هم في الدول النامية حيث يفتقد الناس للموارد اللازمة للتعليم فالمدارس قليلة جدا ومتفرقة في البلاد وعادة ما تكون مكلفة لمن ينتمون لعائلات فقيرة عدم توفر وسائل التعليم السليم وكذلك عدم تكافؤ الفرص للصبيان والبنات يحرم الأطفال من حقهم في التعليم على أي مجتمع يرغب بالتطور أن يوفر نظاما تعليميا جيدا ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية التعليم للأولاد والبنات بلا أي تمييز وبناء على ذلك أحد أهم أهداف نظام التحريك الجديد هو توفير التعليم الممتاز في المناطق التي تحتاج إليها 681 مدرسة بنيت في أفريقيا وذلك لتأمين فرص تعليم ممتازة للفتيان والفتيات ولقد تم توفير مقاعد دراسية وزي مدرسي وطواقم تعليم وقواعد سلوكية ومكتبات وأخيرا تدريب أخلاقي يمنح الطلاب فرصا ممتازة لتحصيل الألمي وتأمين مستقبل زاهر للفرد والمجتمع إن هذه المدارس تلعب دورا هاما اليوم في حياة مئات الآلاف من الأطفال تتوفر في الدول المتطورة أنظمة صحية مجانية وسهلة المنال بينما تفتقر الدول النمية إلى أنظمة صحية مماثلة ولا يمكن تجاهل حاجة هذه المجتمعات للأنظمة الصحية فالناس هناك يعانون كثيرا بسبب افتقادهم للخدمات الطبية أو بسبب عدم استطاعتهم تأمين تكاليف العلاج يشجع الإسلام كل شخص أن يهتم بأمور الآخرين بدون أي تمييز أرقي أو إثني ولهذا السبب تجتهد الجماعة الإسلامية الأحمدية لتوفير خدمات صحية زهيدة أو مجانية في أحيان كثيرة في المناطق النائية وهي تبذل كثيرا من الجهود لمساعدة المحتاجين وقد تم بناء أربعين مستشفى في أفريقيا وحدها وتم توفير تجهيزات ممتازة وتواقم طبية مؤهلة وعناية صحية ممتازة وأدوية لكل من يحتاجها كما بني مستشفى فضل عمر ومؤسسة طاهر للقلب رغم كل المعارضة التي تواجهها الجماعة في باكستان إن هذه المؤسسات مجهزة بشكل كامل لمساعدة الجميع دون أن تعطي أفضلية لأي طرف كان فالباب مفتوح حتى للخصوم هناك الكثير من المخططات تحت نظام التحريك الجديد تقوم بنشر رسالة الإسلام الحقيقي بشكل غير مباشر فقد تم توفير الكثير من الاحتياجات الضرورية مثل الماء والطعام والكهرباء لمناطق تفتقد هذه الاحتياجات الأساسية من خلال أعمال خيرية بدعم من جمعية الإنسانية أولا جميع هذه الجهود المباركة هي جزء من نظام التحريك الجديد على المتبرع لهذا الصندوق أن يكتب مبلغا معينا في بداية السنة ويقوم بتزديده حتى نهاية شهر تشرين أول من تلك السنة ذكر حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه بأنه على كل شخص أن يقدم لهذا الصندوق قدر المستطاع حتى وإن تطلب ذلك أن يقلل من طعامه وشرابه وأن يعيش حياة بسيطة كما وأكد حضرته على اشتراك الجميع في هذا الصندوق وحتى الأطفال يا ربي باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان هذا النظام الذي تم تأسيسه ببركات الخلافة يزداد قوة يوما فيوم وكما أنه يزيد من انتشار الأحمدية فهو يؤدي حقوق مخلوقات الله فلا شك أن النظام التحريك الجديد غير حياة الملايين وقد نشر وما زال مستمرا بنشر رسالة الجماعة الإسلامية الأحمدية إلى أقصى أطراف الأرضين لقد كانت هذه المؤسسة هي البذرة التي نستطيع اليوم أن نرى ثمارها تنمو وتينع تحت نظام الخلافة يَا قَوْمِ قُومُ طَاعَةً لِإِمَامِكُمْ وَتَبَعَدُوا مِن مُعْتَدِ الْعَانِي يَا رَبِّ بَارِكْهَا بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ رَيِّقِ الْكِرَامِ وَنُخْبَةِ الْعَيَانِي تَبَعَدُوا مِن مُحَمَّدٍ تَبَعَدُوا مِن مُحَمَّدٍ تَبَعَدُوا مِن مُحَمْ وَنُخْبَسْدِ